قصة شيخ الازهر وباختصار شيخ الازهر عمل اللي عليه وزير الخارجية الفرنسي جيه مصر كاول زيارة في محطة زيارات العالم العربي اعتبار ان مصر دولة كبرى دي حقيقة محدش يقدر انكرها وباعتبار ان الازهر هو القوة الحية اللي باقية في العالم العربي والاسلامي الراجل ده جيه جيه مصر وراح قابل وزير او شيخ الازهر راح المشيخة طبعا الفرنسويين مشهورين من ايام نابليون بانهم يعني ايه كانوا يعني يعملوا نفسهم مسلمين نابليون لما جيه مصر في الحملة الفرنسية 1798 قال لهم يا جماعة احنا ناس مسلمين وعرفين ربنا او الله العظيم وقال لهم لبس اللبس وقال لهم ما تجوش ناحية الايمة ولا الشيوخ ولا تعملوا كذا ولا تعملوا كذا ورعوهم وسموه علي باين الامير علي ولا الملك علي وراح الازهر وخطف فيه وبعد كليبر وكلهم عامل نفس الحكاية دي ان احنا مسلمين بس جديد والحلو ان وزير الخارجية اللي جاي وزير الخارجية جاي بقول نأمل في انهاء المقاطعة مالش نأمر بقى كان بيأمر ومن يأمر لنأمل فرق جبير جدا لكن لسه هو هيلعب على الحكاية دي والاسلام كويس دا شيخ الازهر استاده وداله قال له اذا كنتم بتعتبرون ان الاساءة لنبينا حرية التعبير فنحن نرفضها شكلنا الموضوع وسوف نتتبع من يسيء لنبينا الاكرم في المحاكم الدولية حتى لو قضينا عمرنا كله كمان نرفض وصف الارهاب بالاسلامي بس الكلام دا يا شيخ الازهر دا كلام عن فتاح السيسي المفروض تقوله نرفض وصفه عن فتاح السيسي للارهاب الاسلامي لكن بيقولك على الجميع واقف هذا المصطلح لانه يجرح مشاعر المسلمين حديثي بعيد عن الدبلوماسية حيث يقتل حديث عن الاسلام ونبيه اولا حينما يقتل حديث عن النبي يبقى اي احنا مش سياسيين احنا ناس مسلمين الازهر يمثل صوت ما يقارب من ملياري مسلم بيخبط في الحلال مع السعودية لكن مهم اوي انه يحصل ده وانا مع ده وبيقول ان انا قلت الارهابيين لا يمثلون وما الوزير الخارجية عمل ايه وزير الخارجية ما قالش ايه ما قالش والله يا جماعة اكمل الصوت ماشي تمام ما قالش يا جماعة والله ان احنا ندين الرسوم المسيئة ما قالش والله انه سيكت لما الراجل قاله احنا عاوزين نقاطع المنتجات الفرنسية ما تكلمش ما تكلمش عن سيدنا النابي ولا قلب ولا كلمة ومدا وكأنه زي ما تقول في اللوحة اللي انت شايفها دي حضرتك انه بيدافع عن النظام الفرنسي اما لتكلم في ايه قالك الارهاب ولازم نقف مع بعضينا ضد الارهاب وبعدين جابوله صحفيين فرنسيين ازوه وقالوا انه في اعتقالات وفي تعسف وفي تعلم لا كل حاجة تمام احنا زي الفرن الازهر الازهر اه فيه فيه الشيخ وفيه المشيخة وعلى مدار التاريخ كانت المشيخة مهمة جدا حاولوا سحب المشيخة وإدارة شؤون المسلمين وقيادة الرأي العام الاسلامي المشيخة الازهر والدول السعودية اياما كان مش عارف حزيفي والطيفي وابو دراع وابو الليف والايال دي كلها الهفع اللي ما كانتش في يوم من الايام تستهد انها تكون حتى يعني اي حاجة في الحديث عن الاسلام الحقيق لانه كلهم شوية مخبرين في الاخر اكتشفناهم اللي بيقولك لازم الراجل تسيب الراجل يعمل كذا ويعمل كذا وكلام الابيح اللي انت عارفه دي المشيخة والمشيخة مطلوب تدميرها او تحجيم دورهم السيسي لما خد عهد انه يجي ويدمر الدين وقف ضد المشيخة وصادف انه الشيخ طيب موجود فوقف ضد المشيخة وضد الشيخ النهار ده لما الخارجية الفرنسية بتيجي بتحاول تعمل نفس الدور بتاع ابونا بارد بتلاقي حد في جاسب مخابرات مثلا المصرية بيقول للسيسي سيبهم يروحوا للازهر سيبهم وخلي الازهر يتكلم لانه ده القوة النعمة بتاعتنا سيبهم لانه زوبع وغير وغير وعملين يقول عليك ان انت مش مسلم واسيبهم لانه صورتك بقت وحشة وان احنا عملين نحط في اعلانات ودعاية على التلفزيونات ان انت راجل مسلم وصالح وبتعمل للإسلام ومش عارفين فسيب شيخ الازهر يبقى عنده مساحة لما هو بيسيبها زي المساحة الشيخ بيشتغل عليها كويس هل بيشتغل ضمن النظام ولا خارج النظام لا لكن احنا يعني بنحصل الظن مسألة الازهر مسألة مهمة اختلف مع النظام ما اختلفش مع النظام الازهر مكانة والازهر قيمة وبيتعرض لضغوط وبيتم مساومته وحصل قبل كده جاء محمد طنطاوي تم مساومته على علاقات افضل مع مصر يام ساركوزين اما كان وزير داخلية والحجاب والقضية دي والان يتم مساومة مصر على علاقات وعلى فلوس وعلى المقاطعة النهاردة بضايا الفرنسية في مصر بديتبع بنص التمان واللي بيبيحها خير زمان جاء محلات بقالم تعرفها عارف بخير زمان مش عارف بتاعت ناس مخبرين ولا مخابرات ولا ناس حزب الوطني بيحط البضاعة ببلاش وقل لك خدها واشتريها ورخيصة وبتاعة ايه وعات الشريعة لانها بضاعة سوق تاخدها يمكن تحس بالسم فيها لان فيها شتيمة النبي عليه السلام المقاومة السلبية والمقاومة الايجابية بالمقاطعة اهم شيء بيحصل في تاريخنا ويخلي فرنسا تروح على شيخ الازهر ويخلي السيس يسيب الازهر يظهر قاقوة ناعمة هو بصدر لنا البقف اللي اسم وسامح شكري دوت عشان يتكلم وعشان يبين ان فيه علاقات لان احنا ما عندناش جهاز للخارجية ما عندناش اي حاجة عندنا عفلت تحسيسي وسجرتينه الراجل ده ما عندناش دولة لا توجد دولة لا يوجد عفلت تحسيسي فقط ولذلك الان يحمل لواء الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الازهر طبعا الشيخ الازهر ما يقدرش يطالب المقاطعة انا عارف ان ده يبقى كتير ويكد تروح فيها روحه لكن كان يجب ان يقول اما ان ترفعوا هذه الصور الموسيقى ولا تتبنوها واما سنطالب المقاطعة رأينا ده موقف متقدم جدا لانه ما يجيبش ان احنا يتلوي درعنا ولا ينضغط عننا المقاطعة مستمرة رأينا ان المقاطعة مستمرة